بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم تمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية رب حبيباتي الغاليات نتمنى تكونوا كلكم بخير جزبت السيدات زواجهم يريدون الفراش عليهم أو يتخاصم معهم أو يتغير نظرته المرته وتغير أسلوبه وطريقته بعض الزوجات ما كنت تفهمك كنت تقول لك أنا يعني في الفراش وكان دلو خاطره وكان قداري وأنا زوينة وكانت اللي زوينة شكله وكتقول لك ورشيقات وكل شي يعني ومعندها لبطن اللوالو كتقول لك أنا الزوج يالي سحروه تبدل لليا يعني سحروه ودل له السحر كنت تقول لك لا ورا ماشي السحر ورا ما ما راضيش ما شابعانش الفراش نقول لكم واحد الحاجة علميا وعند أي دخل لأي خبير في العلاقة الجنسية راه الرجل راه اتساع المهبل كي يجيب له قرف يعني كي يحسسوا على أنه بحيلا كي بحيلا ماشي 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 اشه بحيلا شي واحد كي يوكل شي حاجة ما كي يحملها شو فهمته وكتسيفي عليه يوكلها بسيف منه هذا هو الهدا هو الهده هو الهده بحيلاكة كي يوصفوها أو عندها شي أوصاف أخرى غير أنا ما قدرش نقولوا منايا اللي يقولوا يعني اللي قررت عليها ودخلتوا تقفوا أنفسكم بنات تقفوا أنفسكم الله يعطيكم استر قد ضيعوا بزاف دلوقت قدرت فلانا مشوا عند هادا لوه هادي كده خاصة في القناة عندي لها هادي شدة أخبار فلانا هادي فلانا هادي مدازا ما هادي يعني أش كتستافدوا تقفوا أنفسكم الله يعطيكم استر قد ضيعوا واحد الوقت كبيروا أنتم ما تباقي صغرات وغتحتاجوا ليسوه لكم وليداتكم غدها غت بغت ساعدي بنتك غدي عن بنتك جي عندها مشكلة حاولوا تقفوا أنفسكم الله يعطيكم استر قناة ما غدي نستفد منها شي حاجة ما ندخل لها قناة ديال كوبي كولي غدي نشوفوه هنا ونشوفوه هنا نشوفوه في المصدر ونريح فهمتوني فهمتوني اه هنا اه الحاجة الاخرى اللي هي ديال بساد السيدات كتقولك انا نرجع ديال السحر كي المشكلة اللي عندها هي متلا ما عرفت له حل كتوصف كتتعلق شماعة السحر شماعة العين سماعة حسدوني شماعة دارولي لنا نقرر على انه السحر لا كين السحر كين ولكن ذك السيغة او ذك الشي اللي يجيب السحر راه ما كين جدا با راه غدي شي واحد غي نقوله مثلا غيدر لك شي حائط تقولي يرا فلان دار الفلان والله هادا راه الو كان يدير راه يدير لبلاد نيت شي رايز من شي بلادة او يحيد يجيب استقلال شي بلاد او يطير شي واحد من شي بلاستة او هو قاع هادك لكي سحر يدير راس عاش غي يسحر لك انت كتلقى الشي المشعويدة والمشعويد وهذاك ويقول لك انا نعطي لك الرقية لكي يجيك الرزق يجيب هو الرزق من نفسه يريح والله العظيم لو كان عنده كين شي حاجة غدي تجيب الرزق لشي واحد يا ما يوريها لك على اللي غدي يمشي قراب بعشر درهم بعشرين درهم ثلاثين درهم واش هو كي يجد عندك تلاتي درهم وبقاك أنت غدي تجيك مثلا نجيك أو غدي يحيد لك يجيب لك شوفوا وعليكم دائما عندك شي مرض عندك شي حاجة حسيت براسك ما راه راه الطيب الطيب راه في كل الحلول الرقياء رقي نفسك الرقياء إلا بويتوا ترقو أنفسكم رقوها الرقية شنا هي الرقية قبل ما تسمعي القرآن وقبل ما تخدمي القرآن وقبل ما تقرأي القرآن وقبل ما يقرأ عليك الزوج ديالك أو الأخ ديالك أو أم ديالك القرآن أو غير تخدميه في التلفازة أو في البيسي ديالك أو البرطار خاصة أنت ترقي نفسك النفس بحالة شغل ترقي نفسك النفس أنت مدفزة مع شي واحد أنت كتت هضري في شي واحد أنت وكلاحق شي واحد أنت يالله مشيتي كتبتي مثلا كتبتي شي كومنتر خايب الشي واحد أنت فنيتك على أنك مثلا غادي تدري شي حاجة خايب الشي واحد شي حاجة خايبة شنا هي تسبيت خسر له شي ورقة شي حاجة ما كان هضر على هذا الشي ديال الشعودي شي اللي أنا نظرت في له في شكل من اللي تكون نية ديالك بقي ما نقية رمي ممكن ترقى هاي تنفعك الرقية الرقية كيف الله سبحانه وتعالى العلاج دياله غادي ينزل عليك من اللي تكون أنت صافية من الداخل نقية نقي نفسك الداخل كتتمشي كتتتوضي كتتغسلي توضي من الداخل عندما انتظري لدوه بالداخل عدد لدوه بالبرا توضي من الداخل مثل دارس مع اشي واحد أريد أن نسامحه ونسامحه ونحن نعطي على قد تصافي بلا استخدامك إصبح لدي مشكله مع غادي دارهالية محبسده كل اجتماعات وجود الاجتماع فراسي ولودة المل соответوفي مع ام اجتماع على شخص كيف تريدون الرقية وكيف تريدون شيء الذي يحرم الله سبحانه وتعالى وكيف تريدون حرام وكيف تريدون أن تدخلوا للجنة والنار في دقة لا يمكن أن تصلي وتصلي وتصومي وتصدقي وانت هي عاقة والدك وكيف تريدون أن تصلي وتصومي وتصدقي وانت هي عاقة والدك تصلي وتصدقي وانت هي عاقة والدك تفسدي بين زوجك وأم موضوعه ما صلحت لأم موضوعه وانت هي تصومي صيام هي تتمتعي عن الحاجة تتمتعي عن هذه الصيدة لا تأتي عنها تقار جيد ولكن مع أن أم الزوج جاء لك راح واجب عليك تزور يا رب حل راح ذاك صيلة الرحم ولكن راح كان واحد صيلة الرحم وقرأوا كتاب العزلة صيلة الرحم اللي غادي يجيني من المشاكل ما بغيتهاش راح الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعاها حاجة الغادي تجيب لي المشاكل حاجة اللي غادي نوضع لها أكتر وغادي نولي أنا ندي الإثم ويدي هذا الشخص الإثم فيها نمتانع عنها باش نمنع هادك الإثم باش نقول لنا لا حقا أنا غادي نمشي ندير صيلة الرحم باش لأني لا لأني أنا مؤمنة ومسلمة وقالها الله لبزي فيه ونمشي هزا الساكي فين غادي يفلانا غادي ندير صيلة الرحم معي فلانا يوشتوا أنا مشي ندرت لهم صيلة الرحم ولكن هم رعا ما يسوا وما يصلحوا ونجيون مقنن من فيهم أش ديتي من الأجر في هذه الصيلة الرحم والله واحنا بعد نمشي ندرنا صيلة الرحم احنا ندرنا وغيرهما ما يجونا هانتيا هانتيا خصرتي فسدت ذك صيلة الرحم صيلة الرحم هي نمشي ولكن نمشي وغادي ندرنا مشاكل وغادي ندرنا صدع وغادي ندرنا رجلي الله شايف وش كينش يحب دخبرنا الله لا ما كين لهذا حبيباتي الغاليات فرقوا ما بين المشكلة حللوا الأشياء بدأوا حللوا الأشياء ما بين مشكلة عندك في الدار ديالك ما بين اللي رأى سحر لي فلان رأى دارت لي فلانا هاد الزوج الزوج الزوجات قالت لك الزوج عاز الفراش قالت لك ثلاث سنين قالت لك معي في الفراش ولكن ما يكلمني موالو ما عنده حتى مرض ما عنده حتى مرض غير هي قالت لك قالت لك ما مرتاحش في الفراش ما تجوش تقولوا لا ونحن تماننا ونحن عبودية لا هنا غريزة في الرجل الرجال هكا هكا خلقهم الله سبحانه وتعالى هكا وشتو هاد الكون كامل اللي خلقوا الله خلقنا كامل باش نعبد الله ولكن العبد بنادم كي يجري على هاد الغريزة لا تكذبوا على أنفسكم الغريزة والأكل هي اللي في العالم لا تفهموها لأن الله سبحانه وتعالى زراعها في البشرية باش البشرية تبقى باش تبقى استمرارية للبشرية ولكن الناس وانتو ما تشوفوا دابا احناتي السيدات تشوفوا غير باللاتي نقول لكم باش تفهموني الله يعطيكم استر بشوية 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 انتو ما تكتبش الكومنتر دابا باللاتي دابا احناتي السيدات احناتي العيالات كيموتلينا الراجل كنقدرو نبقى ونزوجوش وصغارات وكينة اللي بنت في دارهم بقي مجاها الناصيب ديالها بقي ملقات الراجل اللي استهلها وقال سكت سنة تتلقى الراجل قد تفهمها وكينة اللي تتلقت تتلقى الراجل اللي استهلها او هي رفضت قاعد تزوج عندها وليد ولا ابنية وقالت لك انا مابت قاعد تزوج وخدامه وعيشها وكينة اللي ولكن الرجال لما تتلقى الراجل يتزوج بسرعة قليل في ان تلقى الراجل عنده ولاده وكينة يبقى معهم او قليل قليل الراجل بقي صغير يالله يالله عنده عشرين عام تلقى كيدر صاحبات يمشي كيلود الغريزة الجنسية او يتزوج يعني ما كيستغناش على ذيك الممارسة ما كيستغناش عليها ماشي بحال المرة تقدر تصبر ولكن را كولنا كل البشر لا امرأة بالغة ولا رجل بالغ كلهم كيستمتعوا بهذه العلاقة غير هو المرأة كتقدر تصبر الراجل ما كيقدر يصبر لهذا الراجل معك في الضر ما كيقدرش يصبر فاش كتجي الحيض المرأة هادوك الايام وانتو ما تشوفوه من وراها راكم راها كنهضر تبقى هنا مع السيدات المتزوجات ويعني وهاد الشي راها مرينا به كاملين بعد الحيض مباشرة غير كتتغسلي في ذاك شي كأن كتكون بحال هذا الراجل عنده شي حاجة جديدة يعني فهمتو كتجي بحال سعاء كتشوفي سعادة في عينيه لهذا يا ابنتي الغالية الله يعطيكم أستر الأمور حلليها شوفي مشكلة واش عندك انت في جسمك لكن انت يا ما بك حتى شي حاجة هنا غالي تقلسي مع الراجل ديالك وتسوليه وناقشي وحاولي تقلب على المشكلة مش هيتجيه تبقى غرليج الفم يمكن هذا يمكن لا شوي يحطي النقطة على الحرف شوي قلبي ولكن نرشع لهذا المشكلة لانه هاد المشكلة راه دابع كين بزاف وراء قلت لكم هذا الشي اللي لقيت في القناة ولي لقيت عندي على أرض الواقع في السيدات ما عارفين شبينها راه بسيطة وراء موجودة ولكن للأسف نحن دابع السيدات كتعرف واحدة شي معلومة مهمة وغادي تساعد بها واحد الأسرة رغم الشي كتساعدة هذه الزوجة وهذا الزوجة رغم الشي كتساعدة وغادي تساعد وغادي تساعد كتساعدة هذه المعلومة لا تسرش بها لصديقتها لا تسرش بها لبنت خالتها لا تسرش بها لبنت عمتها لا تسرش بها لجارتها هذا هو ما النصيح لعطي الواحد بحال هذا النصيحة لأنك تنقضي أسرة والأسرة هذيك تكون منها أسرة هذك الولد غايتزوج ويجر أسرة وغادي يولدو حتى موليدات وهكاك هذو هما النصيح الخاصة من تعطوه في هذه الأشياء في الدين دينا في الأخلاق في الأتيكات الأشياء التي تفيد الناس أما الطبخي لما طبختها اليوم سنتعلم تعلم ونقدر قاع ما نتقنهاش ولكن سنوكلها وغادي يوكلوها أولادي وغادي نعيشوا ومشي هذه الطبخة لاش تتوقف حياتنا ونقول لكم يا البنت ورأني قلتها في ذاك الفيديو غادي نعودها في هذا الفيديو هذا اللي هذا أردر داشا هنا في هذا الفيديو هذا لأنه راها الرجل تكوني نقية تكوني مضبوطة تكوني زوينة كانت السيدات جميلة وهذا راها قد تشوفوها البنات تشوفوا واحد عنده واحد مرز زوينة متخلقة تكوني مضبوطة تكوني مضبوطة تكوني مضبوطة تكوني مضبوطة لأنها لا يوجد مضبوطة ودارها نقية وليدتها زوينة ومشي موحدة أخرى نقية لأنها لماذا؟ هذيك دلعتوا في السرير أعطانوا في ذلك ما شاهدوا هو شاهد الرجل يبيع كل شي مادس يبيع أولاد ويبيع أهل ويبيع أم ويبيع أببا هذا السبب هذا السبب سيجعله يبيع كل شي حياته و感じ وكائنين لله وكائنين أولاد الناس هؤلاء هادرة غريزة ولكن هناك الرجل صبار لا يريد أن يجرح المرأة وراضي هو لا يريد وقالوا في قومنترات وقالوا في قومنترات وقالوا في قومنترات ويرحسين معه وكانا لا يريد أن يحيطوا مني بأنا محروم وقالوا بالموضع هذا الأمر قضية ما تقول تلك الموضع يمكنكم له أن يناقضوا ويجعل ممتاز أو كل شيء وكبيرة كبار من مرته وكل شيء وكان شيء مع أمره كبيره ولكن عندها عندها ذاك الأسلوب الأنثوي في السرير سمحوا لي يا سمحوا لي أكسرت عليكم الوقار وكان شيء حواج ما خاصة نش نقول لهم سمحوا لي بزاف 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 وياريت ياريت ياريت لو كانت شيء خاصية في اليوتيوب بحل هاد الفيديوهات هادو يكونوا يعني تتحكموا فيش كون يتفرج فيهم وسمعهم ياريت لو كان بحل بحل شيء حاجة خاصة يعني ياريت لو كانت فهمتو لهذا حبيباتي الغاليات الله يعطيكم سر الله يرضى عليكم راجعوا أنفسكم وراه ماشي صعيبا السيدات اللي ولدوا عشر سنين ولا خمسة عشر عام هادية راه باقي تقدر تمشي غير انتي خاصة تمشي عند الطبيب المختص السيدات اللي حاملات تتبعوا مع طبيب ماشي تمشوا وردك المستوصف تشوفكم في واحد الانفيق مياق كانت اللي عندها يعني ما عندهاش ما عندهاش خبرة مهمتو طبعي تبعي مع طبيب مختص او طبيبة مختصة كل واحد اللي اسميتو انا ما كنقول هنا ينحرض فانت هانتم شو عند الرجل اسميتو كل واحد كيشوف ولكن تبعي مع مختص او مختصة لا يمكنك القوة وشو نقوله بالنسبة لل الرياضة او الترويض او هذا كيصالح للمرأة اللي يعني والجه تقريب وكيصالح هذاك الترويض كيصالح لتحكم أكرمكم الله وأعزكم الله في البول والعضلات المهبل والنجاب المتكرر بسرعة سيدات اللي غير تبقى تولد ولدا مورا ولدا را غدي تخرج على راسك الوحدة اللي خلي لها ولداتها وانا مشي ضد الانجاب انا ضد الانجاب اللي ما عندوش الامكانيات اللي ما عندوش الصحة يلو لعاد الامكانيات اللي عن الصحة غد تولي ولدات وغد جيب الامكانيات ولكن في نفس الوقت وخا عندك الامكانيات حاولي على الجسم ديالك حاولي على الصحتك لانك انت راسك لك انت ما كتتحكم يا عزكم الله غير في البول وخا ما عندك قاع الراجل را غا تكوني مريضة نفسيا ورا ما غادي تربي هاد الوليدات مزيان وما غادي تكوني مرتاحة في حياتك وش شي واحد ديرلي كوش نشوفي لعندك شي دري كي يرغلك الحوايش ووراني قلت شوج اخطاف الفيديو وقلت لكم الملابس في الشتاء يبدل شخطرات وفي البرد يبدل شخطرات اللي لا بيتنقول في الصيف يبدل شخطرات فى الملابس الداخلية علموا بناتكم يغيروا الملابس hing bargain مرتين في اليوم فى الصيف ما تقولوليش صاربوو ما تقولوه لا دائما يكونوا عندك الملابس الداخلية بزيادة وحاولوا تشروا الملابس الداخلية ماشى ديالنيلو وحاولوا تلبسوا البنت راه دابا راه الموضة خارجة على انه باش يكون ذاك الملابس الداخلية ضيقة ورانكم معارفين عشرة نظر ما غديش نقولها باسميتو ذاك الملابس الداخلية اللي هي ما ستروى لكم معارفينها فيها غير خيط هذيك راهي مضرة للصحة راهي مضرة راه كتخلي المرأة ما يكون عندها إحساس راه كتقتل ذاك لأنه كيكون واحد لاحتيكاك كتولفوا المرأة وكما تلاش تبقى كيديرها البرود الجنسي لبسوا الملابس هذك هذوك الملابس لبسيهم هذيك هذيك الساعة لتدوشتي في غرفة نومك غدي تدخلي بهم غرفة نومك وغدي تحيديهم يعني للشو في غرفة نومك انتي فهمتي هذك هذك خليني نقولها سترين والله الطانجو الطانجا والله اسميتو الطانجا والرقص هو الطانجا هذوك وخي تلبسوه في غرفة النوم هذيك ساعة دوشي قبلت ناسي مع الزوج ديالك سيري لبسيهم ودخلي غرفة نومك ولكن لا تعودت لبسيهم في خارجة ما تعودت لبسيهم في النار ما تعودت لبسيهم على إيه غادي تقول لا ره ما كيبينوش تحت الحواجوة ولكن راه غادي تضري راسك والنايلون الملابس النايلون راه مضرة جيبوا القتن لبسوا الملابس القتنية القديق ذيك اللي بحل ذوك السليبات القدام وذوك الملابس الملابس الداخلية اللي هضرت عليها ديال المرأة الملابس القتنية لانه واحد المكان اللي هو مزير ومهم كيحتاج الملابس القطنية ملابس الداخلية اللي هضرت عليها ديال المرأة اللي قلت لكم الضيقة اللي يالله قلتها ما هنكررش اسمية ديالها هاد الملابس هادي و هاد الشكل دبا ديال السيدات ديال البنات و اللي كايبوه دبالبنات و هادا راني كانت قلتها في واحد الفيديو غا نكررها عنايا راه في بداية الثمانينات اه ما عطوش 83 82 كانت واحد البرلمانية بلجيكية وقفت في البرلمان البلجيكي و هي طبيبة طبيبة و برلمانية ببرلمان البلجيكي و هذيك ساعة دار الضجف بلجيكا و تكلموا عليها الناس بزاف و المجلات و هذيك ساعة كانت باربي لعقلتو باربي راه من ستينة كايناء و لكن يالله ذيك ساعة ديرا في الشكل ديالها الجديد و هادا في اوروبا الدوميا ديال باربي او المونيكا ديال باربي قلت لهم هاد المونيكا هادي او هاد الدوميا هادي غا يتخرج لنا على اجيال الناس دلو هكا في البرلمان يعني ما معرفوك كيف هاش غا تخرج لهم هاد الشكل هادا غا يخرج لنا مستقبل جيل الفك تافه غا يتخلى قلت لهم عن الدراسة و عن العلم و عن الثقافة النفس و عن يعني المعرفة و غا يولي ديالها في الشكل دياله البنت قلت لهم غا تولي تهتم غير في الشكل ديالها و الشاب غا يولي شوف غير شكل ديال البنت وهنا غادي نرجع بيكم شوية من غير هاد نساوي علينا واحد شوية دوميا ديال باربي او المونيكا ديال باربي و الكلام ديال هاد البرلمانت سليد او هاد البرلمانية غادي نرجعوا الى لحظة الغرب او الغربية فاش كيحبوا بعضياتهم من كيهمهم الشكل ديال بعضياتهم كتلقوا واحدة زوينة مع رجل ماشي زوين كتلقوا رجل زوين مع وحدة ماشي زوينة ولكن حبها و الدليل شوفوا مثلا رئيس فرنسا واستادة دياله اكبر منه بالعمر وهذا و كيحبها حبها الغرب ماشي كل شي طبعا ولكن ثقافتهم على انه من ان كيلقى الشخص اللي كيفهمه كيحتارمه و كيقدره و يكون يعني الانسجام بينهم ما كيهمهمش الشكل ديال بعضياتهم كيتلقوا واحد شاب مع واحدة هما عندهم السمنة يعني مراض وهذا و كيتلقى مع واحدة سمينة ولا العكس أو العكس هذا و عادي هنا رجعت لهم هي اللي قاتلهم هنا يا ره غدي قاتلهم يقولي الشاب يشوف ينتبه يبغي الشكل البنت وهذا و كيتشوفوا ولا والمغنيات ولا والممثلات ولا والبنات عاديات على شكل الناس عادي وكل شيء بدل وكل شيء ولا حتى رجعنا منشوفهم من باربي جو جو حتى ولا عملية تجميل مثلت يعني مختصرة أو مقتصرة كيقول مختصرة ولا مقتصرة على مثلا تصليح شي واحد دار اكسيدان أو عنده حاجة شي عيب في الخلقي في الوجه دياله ولا لا ولا هو شكله عادي خلقه الله زوين وعادي وكيمشي يغير في الشكل دياله ومن اللي يغيره ما تلاش يرضى بحال هذك اللي كيلقى واحد المبلغ ما تلقى واحد المبلغ كبير يعني ما تلاش كيرضيه ذك الشي كيزيد كيبغي اكتر هكك اللي كيغير في الشكل دياله ما تلاش كيرضا ما تلاش كيرضا ما تلاش كيرضيه ولي يغير حتي ولي يصير يولي شوها لهذا شوفوا هاد الهد 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 البرلماني يفت بداية تمانيات وكانت الناس يكساعة بزد الناس كيهدروه ما أنا متتعقل على كل شي هدايك الساعة كنت صغيرة هنا نرجعو لهذا وهذا الملابس الداخلي يوصل المرأة البرود الجنسي ومن المرأة تولي برود جنسي اكيد ستولي تلوذ الوحيد الغريزة اخرى واخرى لا يوجد فيها حتى تولي الشذوذ الجنسي بين النساء وكان انا قريت ذاك النهار ولكن ما عارفوش صح ولله قال لك في ماكدونالدز الاكل ديالو كان واحد الهرمون فيه وكيتحط يعني هذاك الهرمون كيتحط متعمدين يحطوه كي يدير الهرمونات الانثوية للذكور يعني كي حيد انا ما عنديش خبرة بزافة شي ديال الهرمونات وديال الاسامي المهم السمحوية كي قريتها ولكن المهم مرة ما عرفت هذه المقالة واش صحيح ولله ماشي صحيح ولكن هي غربية وشتها حطوها قالوا دوزتها ماشيكون اداعا واش سيانان واش ذاك الشي المهم على انه باش يكون يعني ما عرفت الولاد يبقى يكون عندهم حركات ديال البنت الابنات وهذا هذا ما عليناش هاد الشي المهم هو موضوع كبير وموضوع للنقاش الناس المختصين فيه هما الخاص منك شو هاد الشيح احنا كندرت شو مع بعضياتنا وكان جبدو مواضيع وياريت لو كان دبا كل شي نقلسي مع بعضنا وكل واحد يناقش الموضوع بالطريقة اللي هو كيشوفه ويعطينا الرأي دياله البنات هدا هو اللي بحبيباتي الغليات هدا هو اللي بغيت نقول لكم على حسب السيدات اللي كيقولوا سولوا على هاد العملية واش اسميتو بزافتي السيدات ما عارفين هارا تقدري باقي تنقضي بيتك تنقضي راسك الراسك انتي نفسك الراسك انتي تستمتعي نفسك ووليداتكم علموا بناتكم ثقفوا بناتكم ثقفوا بناتكم يحافظوا على أنفسهم يحافظوا على الجسم ديه هدا هو الحاجة الخاصة ماشي تبيض تزريق تحمير هدا هو الحاجة الخاصة اللي بناتكم ثقفوا انفسهم فيها للأسف كتشوي بالزاف دبا كتدخلي راني قلت لكم مش هم مختارة كتدخل المواقع الفيسبوك وذلك شي كتدخلي كتلقى الجروبات كيهضروا غير على البنات اللي بغيت تزوج كتقول لقيت واحد كتهضروا على المادة اش كيتخلص اش حال ما كيتخلص كيهما غير هاد شي ما كيخمهاش الاخلاق دياله ما كيهماش واش هدا ولد الناس واش غادي تقدر تبني معه أسره واش غادي يربي هدوك الوليدات مزيان واش غادي يصونها واش غادي تهلا فيها واش ما غادي سبها يكما هدا خاص الاحترام يكون في الأسر الاحترام الاحترام علموا ليداتكم على الاحترام حتى لا بغيت تناقشو خلو حتى يخرجو لوليدات المدراسة والله يكونوا حتى لا كانوا هنا عسرة يقدرووا يفيقوا يسمعوكم حاولوا غرفة النوم تخلوها مكان هادي حتى لا بغيت تخل الزوج ميتفكروا وانتي لا بغيت تدخلي ميتفقتوا Support meng partial sales و كيما هاد لي عندها السيارة و عند رجلها السيارة و عندها السيارة و عندهم سيارة يخرجو مع بعض الياتهم يمشو و يخرجو برا alreadyали ناقشو الموضوع كيما يخرجو برا را زوانوا اللہ فاش قد Tulip technology هاج ما كان بالناقش هنا package قبل كان يبغيتك اليوماتيان 9 ساعة الفلانية كده ناقشه بحال اي ناس كيوقعو عنا خلافات كانت تحنايا وكل شي ولكن كان مشو ناقشوهم كان نقل سمعها كان نقال نقول لي غادي نهضر ومن يبغي يهضر نسكت حتى نسمعوه مزيان ونهضر وسبحان الله من اللي كتكوني عافا بحلاش تهضري ودك الشيران كتسيطري على هذا على الوضع وحتى ذك الشخص كي يسمعك وكي يحتارمك ولكن دائما نقاشوا احترام 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 قسبوا الاحترام دي البعضيات كنوا اهم حاجة واصلا احنا مسلمين احنا مؤمنين احنا امة خيرو امتي اخرجت للناس يعني خاصنا نكونوا مسلمين بالمعقول ماشي غير بالكلام كيف ما قلت قبل عند الرقياء نتنقاو وحتى في الالفظ دينا نتنقاو في الاخلاق دينا نتنقاو ما نكونوش نغير في المواقع نكتبو هاد الشي ولكن في الواقع دينا ماشي صح في الواقع دينا نحنا غير ولكن تلقي في المواقع انا دبع انا شفت ناس شفتهم شفت ناس قرابي اللي بزف 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 ذاكش اللي حاطن عال فيسبوك و ذاكش اللي حاطن في في الستات오 ديناهم في الواتساب و ذاكش اللي كي يقولوا للناس ماشي هو الواقع ديناهم الواقع ديناهم غير عاقين وما يصووا وايصلحوا وما عندهم حتى اسلوب ومارأة لدرجة يناك قدر تصن فيهم عندهم مرض نفسي ولكن الصورة يعطوها العكس خاصك بدائي من الداخل تحطي هذه الصورة على الواتساب أو تحطيها على الفيسبوك أو تتكلمين للناس على هاد شي يعني خاصك تقولين من الداخل بدائي من الداخل بدو البنات من الداخل عفقهم ديروا واحد جرد جردنا السلعة عرفنا ش حال عندنا قسمنا المصروف نرجعوا لذات دينا نديروا جرد شنو عندنا مزيان شنو ما عندنا مزيان نحيدوه نحاولوا نحيدو الصفات المزيان نحاول أن نعلم أن نحسد ونكره ونثق في الناس باسمته ولكن لا يسيئ الظن فرق ما بين تكون عندك الثقة العمية وما بين تسيئ الظن في الآخر فرق ما تقول لأحد أنت تحاسبه على نية التي تعلن بها لله سبحانه وتعالى هذا جلسة لكم وما أفضل الفيديو لما نضعه سوف نرى واني بكم ورأي نحبكم كمين